اهلا بكم تقول التقارير البيئية المختصة ان العراق يسير على طريق كارثة انسانية وبيئية بسبب الاهمال الحكومي في معالجة الواقع البيئي المتردي وتصاعد حدة الجفاف والتصحر الى مستويات خطيرة وتكشف هذه التقارير ان مناطق العراق الشمالية فقدت بالفعل نحو 90% من منتجاتها الزراعية في العام الماضي بسبب ندرة المياه وتدهور الاراضي الزراعية والبيئة في هذه المناطق الامر الذي ادى الى تزايد الهجرة الكبيرة للسكان من الارياف والقرى والاهوار الى اطراف المدن التي تعاني بالاساس انهيارا كبيرا في بناها التحتية وانتشار الاسلحة والمنافسة على المياه وغيرها من المشاكل الاجتماعية الاخرى التقارير التي تحذر من سير العراق باتجاه كارثة انسانية وبيئية بسبب اهمال معالجة البيئة وتصاعد حدة الجفاف والتصحر الى مستويات خطيرة هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرع فيها عدة اسئلة هل فعلا ان العراق سائر على طريق كارثة انسانية وبيئية بسبب اهمال البيئة العراقية والجفاف والتصحر والتغير المناخي وما تداعيات هجرة الاف المزارعين من القرى والارياف والاهوار الى احزمة المدن الفقيرة وتزايد العشوائيات السكنية وهل تعيء السلطات في العراق مخاطر هذه الكارثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والامنية المنتظرة وهل هذا التدهور البيئي والزراعي والماء المتصاعد تتحمله الحكومات في العراق بعد العام 2003 فقط ضيفاء الطاولة رافع الفلاحي نظير الانصاري لان المصائب لا تأتي فرادة في بلد تحكمه الميليشيات لم يعد يعرف العراقيون اي ناحية من نواحي الحياة لم تحل بها الكوارث فمن التدهور الاقتصادي الى الامني والسياسي وصولا الى معضلة الجفاف والتصحر التي حولت اهوار العراق الى مناطق شبه مهجورة حتى ان صحيفة الگارديان البريطانية دقت ناقوس خطر التصحر تقول الصحيفة ان العراق يسير على طريق كارثة انسانية وبيئية نتيجة لاستمرار اهمال ملف معالجة البيئة العراقية وتصاعد حدة الجفاف والتصحر الى مستويات غير مسبوقة حيث فقد العراق في مناطقه الشمالية نحو 90% من ناتجه الزراعي العام الماضي والتصحر الاراضي والبيئة بشكل عام فيما تحتضر الاهوار بسرعة كبيرة الجفاف المتفاق منعكس سلبا على استقرار الفلاحين فبدأت هجرة كبيرة ادت الى مشاكل امنية وكارثة انسانية ودخول عشرات الالاف الى المدن التي تعاني بالاساس من انهيار في بناء التحتية وانتشار الاسلحة والمنافسة على المياه وهذا ما سيؤدي الى صراع كبير يهدد مستقبل العراق كما تقول صحيفة الڭارديان عوامل الجفاف ليست جميعها طبيعية وعلى العكس تماما شهد العراق في لاونات الاخيرة هطول امطار غزيرة تسببت بفيضانات متكررة المشكلة تكمن في غياب التخطيط والفشل الحكومي في استثمار المياه وتدارك الازمة عبر مشاريع مائية هامة وعندما تغيب السيادة الوطنية لا يبقى في البلاد من يدافع عن حقوقها المائية الاقليمية فتصبح عرضة لتجاوزات دول الجوار ولسيما ايران التي قطعت روافد نهر دجلة وساهمت بشكل كبير بتفاقم الازمة المائية اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في تحذيرات التقارير المختصة من ان العراق سائر باتجاه كارثة انسانية وبيئية بسبب الاهمال الحكومي لملف البيئة وتصاعد عدة الجفاف والتصحر والتغير المناخ ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وسيكون معنا عبر سكايب الدكتور نظير الانصاري الاكاديمي والمتخصص في شؤون المياه اهلا وسهلا بالضيفين الكريمين اهلا وسهلا اهلا وسهلا ونبدأ مع دكتور نظير اللي هو عبر سكايب معانا من بغداد دكتور هذا التدهور البيئي الزراعي المائي ووصول هذا التدهور الى مستويات الحقيقة يعني خطيرة حتى بات العراق على عتبة كارثة بيئية وزراعية ومائية في ندرة مياه وما الى ذلك كيف وصلنا الى هذه النقطة اولا شكرا على الاستضافة اخي العزيز اهلا دكتور احنا سبقا تكلمنا عن هذا الموضوع في قناتكم المحترمة وقلنا اسباب الشحة المائية هي ثلاثة اولا المشاريع المائية في دول الجوار وبالذات ايران وتركيا والشيء الاخر او العامل الاخر هو تغير المناخي والعامل الاهم انا اعتقد هو طبيعة ادارة الموارد المائية داخل العراق فبالنسبة الى اتجارة ايران وتركيا مستغلين الوضع القائم في العراق وجاين نفذون اكبر ما يمكن من المشاريع المائية اللي ما سبق ان جرت بهذه السرعة بالحقيقة سابقا الشيء الثاني احنا التغير المناخي نعرفه وتكلمنا عنه كثير وعدنا بحوث كثيرة نشرناها وبلغناها للدولة انه الامطار كل المؤشرات تشير انه رح تقل خلال هذا القرن تدريجيا وهذا النقصان في الامطار رح يسبب نقصان في تصاريف مياه نهري والدجلة والفرات بحدود 25 الى 50 بالمئة تقريبا تعتمد على الموديل الرياضي المستخدم شيء الاخر اللي قلت قبل دقيقة انه طبيعة ادارة الموارد المائية في العراق لم تأخذ بنظر الاعتبار لا المشاريع التقام في دول جوار ولا التغيرات المناخية فلذلك نشوف انه وضعية دكتور ذكرت اسمحني دكتور نظير ذكرت انه هناك بحوث ودراسات وعدة من قبلكم ومن قبل المختصين في هذا المجال عن قضية ندرة المياه وغيرها من القضايا المتعلقة بالزراعة والبيئة وتم تسليمها الى الحكومة ماذا كان رد الجهات الحكومية المختصة ماذا ردت عليكم والله وبالمناسبة يعني اخر شيء عملنا سوينا مؤتمر في اسليمانية قبل تقريبا اربعة شهر بشهر تشرين ثاني الماضي ودعينا في وقتها سيد وزير الموارد المائية وسيدة وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان وحضروا المؤتمر وناقشت بالتفصيل هذه القضايا وكيفية الحلول وكتبنا توصيات مفصلة واني بايدي بعثتها الوزارة الموارد المائية لكن يعني اذا نجي على الواقع ماكو اي شيء اي رد فعل عملي على ارض الواقع لهذه الامور مع الاسف هل في حديثكم في المؤتمر ولقاكم مع هذين المسؤولين وزير الزراعة ووزير الموارد المائية لمستم رأيتم ان هناك رؤية حكومية للحل او تخفيف من وطأة هذه المشكلة المتصاعدة والمتفاقمة خلي نكون واقعيا يعني سيد وزير الموارد المائية السابق ماتي رشيد الحمداني نعم كان يعني مستوعب القضية لكن المشكلة انه مثلا نجي على التخصيصات الموجودة في الوزارة هي غير كافية وماكو تجاوب من قبل الحكومة لهذا الموضوع واني لمست انه اكو بالحقيقة خلي نقول عدم ادراك لحراجة ودقة الموقف من قبل متخذي القرار يعني الوزير المسؤول يعرف لانه كل المشاكل تجي يما مشاكل الفلاحين وغيرها وشحة المياه وتعرفون صار محافظة بابل وبالناصرية والديوانية وغيرها الكوت والعمارة فهو يعرفها لكن ماكو دعم حكومي ولا من البرلمان لهذا الامر اطلاقا بما يفسره الوزير عندما تحدثون يفسر هذا الاحجام هذا الامتناع هذا الاهمال او الاستخفاف بهذه المشكلة الكبيرة هو جزء من مجلس الوزراء ولديه كافة المعطيات يعرضها امام الحكومة وامام رئيس الحكومة بما يفسر هذا الاستخفاف بهذه المشكلة جهل مع الاسف جهل المسؤولين او قلة ادراكهم لحراجة الموحف واني اطيك يعني هذا شيء مغريب يعني اطيك مثال على هذا شوف اذا ترجع الاجندة لكل الكتل السياسية قبل الانتخابات اطيني كتلة سياسية حجت على مشكلة المياه وشون تحدث ولا كتلة تكلمت عن الموضوع يعني معناها اكو جهل كبير من قبل متخذي القرار في هذا المجال مع الاسف ومهتم يعني هذا الملف هو اخر شيء يفكرهم به والمفروض بالعكس هذا الشيء هو اول شيء يفكرهم به لانه مستقبل سنتحدث دكتور اسمعلي لا تحدث ما هو المطلوب لمعالجة هذه المشكلة او على الاقل التخفيف من حدثها في الدقائق القادمة دكتور رافع هذا التدهور البيئي الزراعي المائي ندرة المياه تقول القارديا البريطانية ان العراق ما ظن نحو كارثة انسانية وبيئية واجتماعية بسبب هذه المشكلة فقط تتحمل الحكومات ما بعد عام 2003 هل هو مشكلة داخلية بدون ابعاد خارجية على الاقل جوار هناك دولتان حقيقة في دائرة الاتهام توركيا وايران والا استاذ ماجد احييك وحيي ضيفك الكريم الدكتور نظير اهلا دكتور والحقيقة هو الرجل مختص وهو يعني اكثر من يعرف بهذا الموضوع يتحدث به بشكل اقتصاص وشكل فني لكن دعني اتحدث بالجانب ربما العام والسياسي نعم رغم ان كل حديث الان هو حديث سياسي حتى الحديث الفني هو حديث سياسي لكن دعني اقول لك ان التحديات الانهيار البيئة او انخلل بالبيئة هذا واحد من التحديات الكبيرة يتواجهها كثير من الاوطان والعراق يواجهها بشكل كبير وهذا يؤثر على حتى الامن الوطني حتى على صحة المواطن على حياته على نشاطاته وهذه موجودة متحدث به الدكتور نظير ربما ركز على المياه وهي المياه ملف واحد من ملفات البيئة ونحن لدينا بيئة خريبة في العراق الحقيقة بيئة فيها الهواء ملوث فيها المياه ملوثة واذكر في حديث مع الدكتور نظير قبل سنوات كنا نتحدث عن حتى المياه التي تسمى مياه صالحة للشرب ويعني تقوم الإسالة إسالة المياه بإيصالها إلى البيوت حتى هذه لأن الشبكة ملوثة والشبكة قديمة نعم فأدت إلى أن تكون لا يوجد مياه صالحة للشرب فعلا هذا كله يؤثر على صحة الإنسان على نموه على طبيعته وهذا التصحر كله عموما الدكتور نظير قال لك قال يعني بشكل واضح قال هناك عوامل واحدة من العوامل هو الجوار دول الجوار وتأثيراتها الكبيرة عندما إيران تنشئ كل هذه السدود عندما تركيا تنشئ هذه كل السدود والعراق لا حوله لا قوة العراق فاقد لإرادته وهذا جزء ربما يقودنا إلى القول أن كل النظام الشكل بعد 2003 هو نظام فاشل هذه ما تسمى الدولة العراقية الحديثة والدولة الجديدة أثبتت فشلها لأنه غير قادرة على أن تكون مكون عراقي قادر على أن يفرض هيبته ويفرض احترامه على الآخرين لكي يحترموا الموارد التي تصله ويتعاملوا معه الند بالند هذا غير موجود الآن في العراق دولة ضعيفة الكل يعني يتمدد على حسابها وجزء من هذا ما تقام من مشاريع وقطع الأنهر الكثيرة هذا أدى إلى الجفاف هذا أدى إلى حالة يعني إذا ما تحدثنا عن البيئة بشكل كامل كامل الآن لدينا بيئة ملوثة بشكل كبير جدا الهواء ملوث والمياه ملوثة وأذا أدى يعني أن تقرأ تقارير التقارير الصحية تجد أنه أمراض كثيرة عادت إلى العراق وكانت مفقودة مثل الكوليرا مثل التفوئيد مثل ما أعرف كثير كثير من الأمراض والأوبئة لم تكن يعني نعرفها انتهت عادت مرة أخرى بسبب تلوث البيئة بسبب كثرة هذه المجمعات من المزاب الكبيرة داخل المدن هذه كلها جزء من تلوث البيئة لم يعني لم يحصل منذ 2003 لحد الآن اهتمام بالبيئة العراقية البيئة اللي ملوثة أساساً وإذا عدنا قبل ذلك بال91 لوثت باليورانيوم والصواري وهذه القصة المعروفة للجميع لكن بعدها لم تجري أي معالجة حتى مع توفر الأموال لم تخصص الأموال ولم تخصص الإمكانيات لمعالجة مع أن العراق بكوادر وبيعقول وبيقدرات لكن كل هذا يعني وعود مرة أخرى قضية الأهوار مثلاً وكنا نسمع يعني حتى قبل 2003 كانت هناك يعني ضجة كبيرة بالعالم على الأهوار وأذي الأهوار وتجفيف الأهوار ومصيبة كبيرة ما الذي حصله بالأهوار خلال 20 سنة الآن انتهت الأهوار الأهوار انتهت وناسها بدأوا مئات الآلاف من سكان هذه الأهوار يهاجرون والهجرة المشكلة الكبيرة دكتور سمعني سنتحدث عن قضية الهجرة وتداعياتها ومخاطرها في المدل الدكتور نظير واضح أن المشكلة المشكلة البيئية ندرة المياه التصحر والجفاف وغيرها ليست مشكلة داخلية بحتة لها أبعاد خارجية خاصة أبعاد جوارية متعلقة بالعراق ويعني بإيران قطع روافد وما لذلك وتركيا وإقامة السدود أيضا تعتقد أن الحكومة أو الحكومات في العراق في حوارها مع هذه الدول هذه الدول لا تستجيب غير متفاعلة مع العراق المشكلة أيضا مشكلة جوارية طريقة الحوار للحكومة مع دول الجوار غير صحيحة غير ناجحة ونحن سبق أن نبهنا ومن خلال قناتكم الكريمة أيضا على هذه النقطة عشرات المرات بس لا بأس نعيد الشيء لأنه هذا مهم إحنا جربنا التفاوض مع تركيا وإيران أكثر من ستين سنة وما توصلنا إلى أي اتفاقية محترمة من قبل الطرفين وإحنا قلنا يا إخوان إذا ظلون بس تفاوضون على المياه ما ترصلون إلى أي نتيجة ليش؟ لأنه المنابع دون وانتوا لا حول ولا قوة لا عسكريا ولا غيرها فلذلك إذا كانت المفاوضات على المياه فقط رح تستمر بدون نتيجة فلذلك المفروض المفاوضات تشمل الجانب الاقتصادي والأمني العسكري يعني معناها أنه إيران اقتصادي إيران وتركيا يعتمد بشكل كبير جدا على العراق مليارات الدولارات سنويا من المواد تستورد من هاتين دولتين وكذلك مئات الشركات العاملة داخل العراق من إيران وتركيا وتجني أرباح حائلة يعني تقصد توظيف العامل الاقتصادي في فرض العراق لشروطه أو متطلباته على هاتين الدولتين يعني لديهم إيران وتركيا لهم علاقات اقتصادية واسعة الاستفادة من هذا العامل نعم يعني المفروض أنه المفاوضات تشمل هذا الجانب الاقتصادي أولا زائدا جانب الأمني يعني جانب الأمني احنا شفنا سواء تركيا أو إيران قطاعات أو صواريخ أو طائرات تجي من هاتين الدولتين وتضرب مواقع داخل العراق لناس على أساسهم معارضة لهذه الدول فلذلك الجانب الأمني أيضا والعسكري مهم جدا بالنسبة لهم فإذا كانت المفاوضات شاملة للجانب الاقتصادي والأمني والعسكري ومن ضمن المياه رح نتوصل أكيد إلى نتيجة أما بعكس ذلك إذا بقينا بس نحكي بالمي ما رح نوصل لأي نتيجة والواقع الحادي يأكد هذا الشيء فسيد رئيس الوزراء السابق ووزير الموارد المائية السابق وراحوا التركيا وراحوا الإيران وما وصلوا لأي نتيجة إطلاقا لأنه ما استغلوا هذه القضية أنه العام الاقتصادي والأمني والعسكري اللي يخص هاتين الدولتين مع لا صدر نعم دكتور رافع التقارير البيئية والزراعية تقارير المياه ومنها طبعا تقرير الحقيقة عدة صحيفة الجارديان تتحدث عن كما ذكرنا عن كارثة إنسانية واجتماعية وبيئية موجودة في العراق في ظل هذا الواقع في المياه وتغير مناخي وتصحر ما طبيعة هذه الكارثة قبل ما أجيبك على هذا أستاذ ما أجيب فقط أعقب على شيء أو أضيف على شيء يعني حتى لو مثل ما قال الدكتور نظير حتى لو افترضنا أنه العراق تفاوض اقتصادياً وأمنياً ودخل كل هذه العوامل في مفاوضاته للحصول على الماء ودخل كل مواردة الاقتصادية والأمنية في التفاوض وهذه العوامل كلها ونجح في هذا الموضوع في المقابل أنت لذلك أنا قلت أنه النظام الذي تشكل بعد 2003 نظام فاشي ثبت فشله لأنه أنت تحتاج عندما تأتيك المياه تحتاج إلى خزانات كبيرة غير الخزانات الموجودة نحن الموجودة كم خزان أنشئنا من عام 2003 لحد الله لم نشأت خزان المياه لم تجري أي عمليات لحفظ المياه المحافظة عليها لوصولها حتى مياه الأمطار مياه الثلوج إذا ما مطرت إذا ما تكونت الثلوج حتى بالشمال يعني عندما تقرأ بالقارديان تقول أنه تسعين بالمئة من المحاصيل الزراعية في كردستان في المحافظات الشمالية أربيل ودهوك وسليمانية انتهت هذه السنة نعم بالاثنين وعشرين انتهت ممثل يعني أقل بنسبة تسعين بالمئة عما كانت عليه سابقا هذه كادثة كبيرة ونحن نعرف أنه هذه المنطقة بها أمطار كثيرة بها غير شكيل تربة غير شكيل لكن مع ذلك إذا ما حال الجنوب ما حال المنطقة الوسطى هناك يجب أن تكون هناك مشاريع تكميلية لكي وأعود مرة وآخران تتسألني عن عن هذه الكارثة طبيعتها وشكلها الحقيقة هي كارثة كبيرة جدا جدا وذلك يقولون أنه هي تأثيراتها كبيرة على الوضع العراقي لأنه في يعني مادام جيت على ذكر صحيفة القارديان صحيفة القارديان ويتتحدث عن هذا الموضوع قالت شيء مهم جدا عندما تقرأ الموضوع تقول أنه كل أزمة في العراق تتحول إلى كارثة هذا هو هذا الموضوع نحن كل أزمة كل بلدان تمر بأزمات لكن لا تتحول إلى كارثة يستطيعون معالجتها وضعون الحلول ويبدأون بالحلول لذلك دكتور نظير قال قدمنا كل البحوث لم يتجاوب أحد معنا إذن تركوها لتكون كارثة هذه الأزمات موجودة ومنظورة ومشخصة ومعروف حدودها ويعرفون كيف يتعاملون معها كعلماء وفكر وبحوث لكن من ينفذ من يتولى معالجة هذه الأزمة غير موجود غير موجود قرار ولا إرادة في هذا الموضوع لذلك تتحول إلى كارثة وكل الأزمات التي مررنا بها سياسية اقتصادية بيئية كل شيء من عام 2003 تحولت إلى كوارث وعندما تتحول إلى كارثة من الصعب علاجها نحن الآن في أمام كارثة حقيقة بيئية انظر مخلفات كل المصانع التي ترمى في دجلة يعني حتى لو كانت المياه موجودة الملوثات هذه كارثة كبيرة انظر الجفاف اللي وصل بالجنوب والأهوار والهجرة مرة أخرى تحدث عن الهجرة هذه كلها لها ثمنها الكبير يعني عندما تقرأ إحصائية الحكومة التحدث تقول أنه عدد نفوس بغداد وصل أكثر من 9 ملايين هذه كارثة وهي العدد يتجاوز 12 مليون بالإحصائات الدقيقة إذن ثلث سكان العراق في مدينة واحدة الآن كل هذه الهجرات التي ستحصل من الجنوب ستأتي إلى بغداد لأن بغداد بها فرصة للعمل ولديهم أقرباء هؤلاء الذين موجودين يعني بالجنوبية نفصل في هذه القضية بعد الفاصل بس اسمح لي أستأذر منكم من ضيفنا في بغداد دكتور نظير من المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة عن التقارير البيئية المحذرة من أن العراق ماضل نحو كارثة بيئية وزراعية واجتماعية في المستقبل بعد الفاصل نعود بكم معنا من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار من شهدائها وأسراها وجرحاها من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة نأتيكم في برنامج من فلسطين عينكم على الأرض المحتلة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوات تبحث في التقارير البيئية المختصة المحذرة من أن العراق سائر نحو كارثة بيئية واجتماعية بسبب التصحر والجفاف والتغيير المناخي وغير ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور نظير الأنصاري دكتور نظير الحقيقة هذه السنة في العراق شهدت أمطار غزيرة جدا المدن أغرقت والشوارع أغرقت وفي العراق ندرت مياه وجفاف وتصحر لماذا ليس هناك من رؤية أو مشروع للاستفادة من هذه الأمطار الغزيرة واللي العراق بأمس الحاجة لها عزيزي المشكلة أنه لا يوجد استيعاب أو إجراءات فعلية لتلافي هذه المشكلة يعني إحنا سبق أن حذرنا من هذا الشيء وأنا أدت بحوث نشرت أنه في بعض الأحيان صحيح إحنا قلنا الأمطار راح تقل لكن راح تجي بعض المواسم تكون الأمطار فيها شديدة ولفترات قصيرة فلذلك تسبب الفيضانات وهذه مظارها راح تكون أكثر من فوائده والمفروض أنه هناك مشاريع للحصاد الماء وهي قلناها في عدد كبير من المناسبات يا أخوان المفروض أن نسوي مشاريع لحصاد الماء لمياه الأمطار الحصاد الماء أسمع الحصاد الماء دكتور؟ ما المقصود به؟ الحصاد الماء مياه الأمطار وهذه السدود يعني اشتغلنا نحن على عدة مناطق مثلا منطقة سنجار سليمانية كوالسنجار وغيرها وطلاب دكتوراه عندي يشتغلوا عليها ونشرعوا العديد من البحوث وقلنا لهم يا أخوان من الممكن أن نجمع ملايين الأمطار المكعبة من مياه الأمطار ونستفاد منها حتى لاحظنا أنه في بعض السنين سيصير عدنا فائض من هذه المياه واقترحنا أنه في هذه الحالة المفروض مضخ إلى خزانات المياه الجوفية حتى نستفاد منه في مواسم الشحة لكن مع الأسف لا يوجد أي تجاوب هذا الإطار بعدين هنا أضيف إلى ما تفضل به أخوي العزيز الدكتور رافا ترى تقرير القارديان هذا واحد من عشرات التقارير يعني الأمم المتحدة صدرت عدة تقارير الـ IOM وغيرها بعدين المجلس المخابرات الأمريكي أيضا سوا تقرير النرويجيين سواوا تقرير وغيرهم يعني كل التقارير دكتور هذه التقارير التي تحدثت عن جزء منها جنابك سواء كانت الصادرة عن طريق منظمات الأمم المتحدة أو عن المخابرات الأمريكية كما ذكرت هل هذه تدفع إلى الحكومة للإطلاع عليها؟ نعم وأنا أكد لك أنه وزارة الخارجية مثلا تقرير المخابرات الأمريكي وزارة الخارجية العراقية ترجمتها وزعتها على الوزارات المختلفة لكن مع الأسف لا يوجد أي تجاوض حول الموضوع أو أي إجراء فعلي لتجاوض هذه المشكلة يعني احنا تكلمنا عن ومثل ما تفضل دكتور رافع يعني فرضا استعملنا اللي أنا تكلمت عنه الاقتصاد والأمن والجانب العسكري وحصلنا ما نريد من مياه من إيران وتركيا إذا ما عدنا نظام فعال لإدارة الموارد المائية داخل العراق ما رح ننجح إطلاقا لأنه النظام المستخدم حاليا فاشل 100% بالحقيقة وحسب ما عرف الخزين الموجود المتوفر في الخزانات الحالية هو 7 مليار متر مكعب فقط هذا رح يسوي أكبر مشكلة الصيف القادم لأنه قليل جدا 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 فلذلك يعني آن الأوان أنه الحكومة تلتفت إلى هذا اسمح لي دكتور قبل أن نمضي إلى ما هو المطلوب من الحكومة لمعالجة هذه المشكلة دكتور رافع الفلاحي الحقيقة واحدة من أخطر إفرازات هذه المشكلة هي هذا التدفق كبير لهجرة السكان من القرى والأرياف والأهوار إلى المدن وخاصة بغداد وهي بغداد التي تعاني أصلا من تحطم في البنى التحتية ومشاكل أخرى مخدرات وعشوائيات وانتشار سلاح تأثيرات هذه الهجرة العشوائية وهذا الهجوم على العاصمة بالذات تأثيرات عمنية واجتماعية طبعا سيد ماجد الحقيقة يعني هذه نحن نتحدث عن نتائج الكارثة نعم الكارثة موجودة وقد حلت العراق نتائج هذه الكارثة لأنه لا أحد يراعي لا أحد يقوم بعمل الدراسات التي أشار إليها الدكتور نضيط ويعني توسلاتهم لمسؤولين البيئة ولمسؤولين الحكومة نفعله شيئا العراق ذهب إلى كارثة لكن لا أحد يستجيب والتقارير الكثيرة الدولية وداخلية لا أحد يستجيب عموما نتحدث عن نتائج هذه الكارثة جزء من نتائجها ستتجه والآن بدأت بدأت هجرة كبيرة وكثير يرصدونه تقارير كثيرة إعلامية وصحفية ترصد حركة كبيرة من وسط العراق ومن جنوبه باتجاه بغداد مئات الآلاف من العوال ستتحرك إلى بغداد بغداد مثل ما قلت قبل قليل كنت أتحدث أن الدولة تقول أنه يعني وزارة تغطية تقول عدد النفوس 9 ملايين وهو أكثر يعني دراسات كثيرة تحدث عن 12 مليون ثلث سكان العراق في مدينة واحدة هي مدينة بغداد والمدينة تعاني من انتهاء أو خراب البنى التحتية هي ليس فيها بنى التحتية يعني ما هي البنى التحتية دعاك من المولات اللي بنيت هذه لا تسوي شيئا بنى التحتية هي كهرباء غير موجودة المياه الثقيلة غير موجودة شبكة المياه قديمة كل هذه تحتاج بنى التحتية إلى مبالغ كبيرة وإلى عمل كبير جدا جدا حتى يستوعب حتى تخدم هذه هذه الأعداد ضيف إلى ذلك لدينا في بغداد الآن عشوائيات كبيرة جدا جدا وهذه العشوائيات غير مخدومة نهائيا داخلها مزابل وداخلها تصرفات كبيرة هذه الأعداد الكبيرة من الناس ستذهب إلى بغداد وستشكل مجتمعات جديدة من العشوائيات وستضغط على البنى التحتية وانت مثل ما يعني تقول وهو واقع الحال وأن السلاح منفلت وموجود تنافس وضغط فرص العمل قليلة جدا ضغوطات شديدة جدا على البنى التحتية على فرص العمل على فرص الحياة فبالتالي سيكون هناك فوضى كبيرة الفوضى العارمة والسلاح موجود ستؤدي للانفجار كبير هذه جزء من نتائج هذه جزء من نتائج خراب البيئة ثانيا وهو المهم أنه كل ثروات العراق وأهم ثروة هي النفط هي ثروة يعني تنتهي ناظبة تنتهي الثروة الأساسية التي في العراق وهي معروفة عن تاريخ العراق هي الثروة الزراعة الآن عندما يهيئ لك ويهيئ لأي شخص أن يكون بطائرة فوق العراق سيجد ربما إذا ما كانت الطائرة يعني بارتفاع واطي سيجد أن هناك خط أخضر قريب من أكتاب بعض الأنهار كل المساحة الخضرة انتهت لأن تصحر كامل مياه غير موجودة هذا أدى إلى العراق يتحول إلى بلد استهلاكي بلد يستهلك كل شيء من خضرواته من منتجاته التي يأكلها لا يزرع شيئا وهذه الكارثة الكبيرة أنت تتحول إلى صحراء وحتى يعني خذ خذ مثلا دول الخليج ليس لديها مياه مياه صالحة للشرب مياه مثل ما يقال حلوة لكن جاءت بها معامل تكرير ومعرف شنو تحلة المياه وتحلية نحن ليس لدينا الآن البصرة هذه التي تصدر 90-95% من نفط العراق شاهد بيئتها سرطانات وكوارث كبيرة والهواء ملوث بسبب المهازات هذا كل جزء من الكارثة ونتائجها على المواطن لذلك كبيرة هي دكتور نظير واحدة من الأسباب الرئيسية لبروز هذه المشكلة مشكلة التصحر والجفاف ندرة المياه مشاكل زراعية ومن إفرازاتها هو الهجرة هو إنشاء سدود تركية وإيرانية على الأنهر الذاهبة إلى العراق ما هو التأثير السلبي لهذه السدود إيرانية وتركية طبعا طبعا يعني مثلا إذا ناخذ الكارون الكارون كان تصريف مياه شط العرب 40% منه من الكارون نعم الكارون أغلق أغلق بشكل نهائي بعدين مو بس أغلق قاموا المياه العادمة من مشاريعهم الإيروائية يصرفوها من مجرى الكارون الخديم إلى شط العرب يعني هذا أدى إلى أولا نقصان تصريف مياه شط العرب تلوث هذه المياه بعدين خلال عملية المد صارت مياه الخليج العربي توصل إلى مناطق ما كانت توصلها أطلاقا وصلت إلى هوري الحمار وهذا سبب في طبعا تردي نوعية المياه والتربة أيضا لأن هذه مياه الخليج مالحة جدا فتترسب كثير من الأملاح في التربة وأدى إلى يعني تردي نوعية التربة والمياه في المنطقة نفس الشيء بالنسبة لديالة يعني ديالة إذا نلاحظ بعد أنه قطعة والمياه بس أعطين ديالة ستموت تقريبا لأنه ماكو مي إطلاقا فالتأثير كبير جدا لكن أي رد فعل أو تلافي لهذه المشكلة ما موجود ويمكن رح نحكي بعد شوية كيف نتلافع هذه المشاكل نعم لذلك طبعا دكتور تقليل وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة أصدر التقليل تحدثت فيه الحقيقة تحدثت عن كلام خطير جدا أن مياه نهري دججة والفرات مرشحة ومرجح أن تنظب تنشف في أربعينات القرن الحالي يعني بعد 20 سنة نهر دججة والفرات سينشفان دقيق هذا الكلام سنة 2010 هذا التقرير نشرته لأمم المتحدة وانا تحدثت عن أيضا بقناتكم المحترمة في لقاءات سابقة وقالت إذا الوضع بقى كما هو عليه ونفذت إيران وتركيا كافة المشاريع المائية لديها سوف لن تدخل قطرة مياه من نهري دجلة والفرات وروافدهم إلى العراق سنة 2040 هذا صحيح التقرير هل السلطات في العراق مطلئة عليه والله إذا ما اطلعت ما احنا احنا مئتين مرة على قناتكم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي مذكراتنا وفي المؤتمرات وفي البحوث ما معقول ما اطلعت عليه نعم دكتور رافع الآن هذه الكارثة تتحدث عنها التقارير دولية أمم المتحدة حتى نهر مياه نهردجة والفرات قابلة لأنها تجوف يعني نهائيا نحن الآن بلغنا نقطة اللاعودة لا يمكن إصلاح الوضع فات أوان المعالجة أو التخفيف من وطأة هذه الكارثة التي تسميها الگارديان وغيرها كارثة بيئية وزراعية ومائية في العراق هناك يعني إجابتين بشقين نعم شق فني سأتركه للدكتور نعم لأنه يستطيع أن يجيبك على هذا نحاول على الشق الفني الشق الفني والشق العلمي يجيبك عن الدكتور نظير هو متخصص والرجل العارف ماذا يتكلم تمام أما الشق الآخر اللي هو شق بالإرادة والحكومات والسلطات الموجودة أنا أقول مستحيل وصلنا إلى المستحيل لأن بقاء هذه الكتلة التي المتسلطة أو العاكمة بهذا الشكل بهذه الرؤية بلا إرادة بلا عمل كارثة وهذه ليست كارثة يعني هذه كارثة تراكمية هذه لم تأتي في ساعها لما نزلت بالبراشيوت يوم الخميس والجمعة الماضية وجدنا هذه الكارثة لا هذه صار لسنوات وصلنا إلى الآن نتكلم عن نتائجها وهم يعرفونها ولم يعالجونها وكانت الكارثة تكبر مثل كرة الثلج تكبر ولا أحد يعالجها إلا أن وصلت إلى حجم مهول الآن الآن نتكلم عن كارثة بالهواء والماء والتربة والتصحر ومصيبة كبيرة جدا وعلاقات الجوار لم تكن هناك إرادة قادرة على أن تصنع مشروعا لإحياء العراق مرة أخرى لا يمكن وهذه غير متوفرة الآن فلذلك في الشق السياسي في شق الإدارة أنا أقول لك مستحيل ووصلنا إلى كارثة كبيرة مع الأسف الشديد أما بالجانب الفني لا أعرف نسأل دكتور نظير دكتور لعلك سمعت السؤال كان بشقين سياسي جواب علي دكتور رافع والشق الفني وأعيد عليك سؤال هل فات الأوان على المعالجة بلغنا نقطة العودة ولا تحين مندمي لا يمكن المعالجة أو حتى الشروع بالمعالجة الحقيقة أصبح مستحيلا أنا أحب أن أكون متفائل نعم إذا أحنا جبنا الشخص الفاهم والمخلص اللي يخلي مصالح البلد ومستقبله قبل مصالحها الشخصية ممكن نحل أي مشكلة وحل المشكلة أنا في كثير من الأحيان تكلمت عليه أولا نظام الري يجب أن نغيره يعني الري السيحي هذا فواقدها المائية كبيرة جدا فيجب أن نستبدل نظام الري بأنظمة ري أخرى فأغاقدها المائية تكون قليلة الشيء الثاني يجب أن تكون شبكات توزيع المياه صالحة يعني مو مفتوحة لأنه الفواقد المائية بالتبخر والترشيح كبيرة وإذا لاحظ تركيا اللي هي يعني مناخها هواية قل قصوة من مناخ العراق لاحظ تقريبا خسب ما أعرف أكثر من 85% من مشاريعهم الإروائية القنوات استبدلت بأنابيب لتوزيع المياه يعني الفواقد صفر في مثل هذه الحالة الشيء الثالث اللي المفروض نسوي أنه ما نعتمد 100% على مياه نهرية دجرة والفراد لازم هناك مصادر من الموارد غير التقليدية للمياه واحد منهم مثل شنو كتبنا عليها قبل شوية اللي هو الحصاد المائي لمياه الأمطار شيء الثاني تنقية المياه العادمة وعادة استخدامها للأغراض الزراعية المصدر الثالث هو تحلية المياه ونحن من الممكن نستخدم الطاقة الشمسية اللي متوفرة عندنا ونحلي المياه الشيء الآخر أيضا المهم هو التوعية الجماهيرية احنا ما عدنا أي برنامج للتوعية الجماهيرية الجماهير ما تعرف شن القضية ولا تعرف وين وصلنا فلذلك المستهلك ما يهتم لهذه الأمور إطلاقا فهذا مهم الشيء الآخر يجب أن يكون عدنا برنامج للقوى البشرية تأهيل القوى البشرية يعني احنا المهندسين والفنيين اللي عدنا ممواقبين التطور عالمي إطلاقا ولا عدنا برامج لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية بينما أنا أطيك مثال بسيط احنا كجانعة سبيرة وهذا القصور أو عدم مواكبة هذا التطور مشكلة في هاي الطواقم مشكلة ذاتية أن هؤلاء غير متابعين أم هذي أيضا مشكلة تقع على الحكومة مسؤوليتها أن تعيد أن تؤهل أن تطور نعم هاي مسؤولية الحكومة الحكومة ككل يجب أن تسير بهذا اتجاه مو شخص واحد يعني حتى مثلا إذا نرجع للماضي القريب نشوف وزير الموارد المائية بوقتها من طالب تركيا بحصص مائية والآخره هو طالب وسأل الإعلام وكتب مذكر المجلس الوزراء وانتهى الموضوع هذا طبعا الشيء خاطئ جدا المفروض مجلس الوزراء يتخذ خرار بهذا الشأن ووزارة الخارجية هي تابع الموضوع والبرلمان يسند أيضا واني قلت أيضا على قناتكم المحترمة خليني نشوف سد النظم مثلا بمصر يعني كل الكتل السياسية اللي وقفت مع السيسي هي مساندة لحكومة لا لكن القضية بما أنه تم مستقبل البلد فكل الكتل السياسية وقفت مع الدولة مع رئيس الدولة في هذا المجال فلذلك المفروض أنه أكواعي من الحكومة وتفهم الشعب بخطورة الموقف وتتخذ قرار والشعب أيد والبرلمان أيد حتى نوصل إلى النتائج المطلوبة بعكس هذا رح نبقى ندور اللف في حلقة مفرغة ما بها أي نتيجة معلسف دعم دكتور هذه الحلقة المفرغة يبدو عمرها طويل في ظل هذا الواقع يتحدث عنها دكتور نظير الحقيقة أنا أحترم كل التفاول اللي يتحدث به أخي الدكتور نظير وهو يقصده ويعرف أنه هذه الخطوات ممكن أن تتم لكن مرة أخرى دعم من سينفذ يجب أن تتوفر إرادة إرادة للبناء وهذه غير موجودة يعني عندما تريد أن تنهض بالبيئة يجب أن تعالج كل الكوارث اللي موجودة بالمياه وبالتصحر وستعيد الزراعة استعيد نظام الأرواق هذا كل يحتاج إلى أموال وتخصيصات ورؤية وإرادة بس دكتور لا ننسى أن المشكلة ليست داخلية في العراق بحتة لها أبعاد خارجية تركيا وإيران نعم لذلك دكتور نظير عندما تحدث عن حصاد الأمطار حصاد المياه التي تأتي إحنا ما عدنا وأنا قلت لك حتى لو وظفنا كل شيء وهذه تركيا وإيران وكل الدول كل اللي يقدرون يطون مياه ويعطون معرف ما يطون إياها ماذا سنفعل يجب أن تكون هناك إرادة وإحنا يجب أن نهيئ الأرضية كاملة لاستيعاب هذه التغييرات هذه غير موجودة إرادة البناء غير موجودة سأعطيك مثالاً بسيطاً قرأتها بالتقارير عندما تكون بحيرة الساوى هذه البحيرة الجميلة ربيها الأمثال عندما يكون هناك حفر عشوائي في كل مكان يحفرون آبار عشوائية للبحث عن المياه أدت إلى انتهاء هذه البحيرة جفافة هذا جزء من عدم الاهتمام عدم عدم وجود رؤية عدم وجود إرادة للبناء وكل ما قاله وضع هذا التفاؤل اللي يتحدث عنه الدكتور نظير وهو تفاؤل مشروع جداً لأنه تفاؤل يصدر من عقل علمي وعقل فاهم للوضعية وضع على على أرضية التنفيذ هذا غير موجودة هذا هذا واقع الحال فلذلك نحن نعاني من كارثة كبيرة جداً متفاقمة يعني أنا متشائم منها رغم التفاؤل كله متشائم لأنه ترتبط بإرادة ترتبط بفكر معين غير موجود غير يعني غير قابل للتنفيذ لا يريد أن يضع هذا التفاؤل الحلول على أرض الواقع وينفذها لأنه مهتم بغير قضايا وكل ما مر الوقت كل ما الكارثة كبرت وهذا التفاؤل سينتهي دكتور نظير في ظل هذا الواقع الآن تحدثت عنه واقع الحقيقة مزري هل نتوقع أنه واقع أشد قتامة في ظل هذا الاستخفاف الحكومي عدم المعالجة عدم الاكتراث عدم الاهتمام الصورة ستكون ربما أقتم في المرحلة القادمة إذا ما بقت الأمور بدون إجراءات معالجات نعم جدا رح تكون أقصى واحد التقارير يقول على مستوى على عفوا مقياس الجفاف العراق حاليا ثلاثة وخمسة بالعشرة من خمس درجات يعني في منطقة حرجة جدا إذا استمرت الأمور كما هي علي خلال يعني تقريبا خمس سنة سنة رح يصير أربعة وستة بالعشرة أربعة وستة بالعشرة يعني لإراق صحراء رح يكون وإحنا خسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ده نخسر لن يعود لن يعود بلاد الرافدين أو النهرين لا طبعا لأنه حسب تقارير الأمم المتحدة ده نخسر مئة ألف دونة من الأراضي الزراعية كل سنة على الأقل وأيضا هناك نقطة مهمة جدا أنه ما يكو تنسيق بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان خاصة في هذا الموضوع فلذلك احنا حاولنا أنه شوية نسوي تفاهم من سوين المتحدة بالإسلام لماذا أقليم كردستان لماذا هذا التنسيق بين الحكومة في بغداد وكردستان العراق لأنه أيضا إذا كردستان سويت مشاريع واحدة بدون النظر إلى تأثيرات على المحافظات الوسطى والجنوبية ستموت المحافظات الوسطى والجنوبية فلذلك المفروض يكون تنسيق يكون إرادة تنسيق في أطلاقات مثلا المياه من السدود المختلفة هي معظم السدود في إقليم كردستان فلازم يكون تنسيق بين الوزارتين بين وزارة الموارد المائية في بغداد وفي إقليم كردستان وأنا حاولت أنه أسوي هذا الشيء بدعوة الوزيرين وأنا اتكلمت مع بوقتها سيده أزير الموارد المائية قلت له خلي نسوي المؤتمر كردستان ونجمع وي الجماعة بل كتي سير تفاهم يعني شكرا دكتور شكرا لدكتور نظير الأنصاري الخبير المتخصص في شؤون المياه وشكرا أيضا لضيفنا هنا في الستوديو الدكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي طبعا دكتور نظير كان معنا عبر اسكايب من بغداد كما أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمالة ترجمة نانسي قنقر